اشتركوا في القناة كافة الوزارات والاجهزة الحكومية باستبعاد اي مشروع ينطوي عليه زيادة في الرسوم تؤثر على المواطنين من دائرة التطبيق الى حين انتهاء عمل اللجنة المشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية والتوافق بينهما على الية لعادة هيكلة الدعم لمستحقيه من الاكثر احتياجا ووجه سموه الوزارات والاجهزة الحكومية كذلك الى العمل على تنمية مصادر الارادات والموازنة العامة دون اللجوء الى رفع الاسعار او الرسوم التي تؤثر على المواطن الى حينه وذلك عبر الاستخدام الامثل للموارد والطاقات والسياسات الفعالة وضبط المصروفات ووقف الانفاق غير المبرر وجذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب المستثمرين بعدها نوى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية التي شهدتها المملكة مؤخرا والتي اقيمت تحت رعاية سموه واناب سموه لحضورهما سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وهما معرض البحرين السنوي للفنون التشكيلية والذي ابرز القيمة الابداعية للفنان البحريني وحفل تخريج طلبة الفوج الثالث والعشرين من جامعة البحرين والذي يعكس تطور مسيرة التعليم الجامعي والعالي في البلاد حيث هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الخريجين والخريجات وذويهم وتمنى سموه لهم حياة مستقبلية مثمرة كما اثنى على جهود الهيئات الاكاديمية والادارية بجامعة البحرين ثم اصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء امره الكريم بان يكون يوم الثالث او يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من فبراير الفين وثمانية عشر والذي سيحتفي به باليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين هو نصف يوم عمل لإتاحة المجال امام موظف الحكومة المشاركة فيه موجه سموه كافة الوزارات والهيئات الحكومية الى تنظيم فعاليات رياضية وحركية في ذلك اليوم بعدها انتقل المجلس الى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية اولا اشهد مجلس الوزراء بالمبادرات النبيلة والسلامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة في دعم الشباب وتمكينه منوها بالصدى العالمي لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفي ابراز طاقات الشباب وابداعهم في مختلف الاقطار وفي لفت انظار العالم الى تجاربهم المتميزة واسهاماتهم الفاعلة وقد عرضت سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة مذكرة احاط فيها المجلس بمنتهت اليه الاستعدادات والاعمال التحضيرية للاعلان عن الفائزين بهذه الجائزة القيمة حيث اخذ المجلس علما بشأن هذه الجائزة وفئاتها والمشاركين بها افرادا ومؤسسات سواء اهلية او حكومية او منظمات عالمية ثانيا في ضوء العرض الذي قدمه معالي وزير الداخلية فقد اشهد مجلس الوزراء بلقاء معالي وزير الداخلية يوم امس مع شرائح مختلفة من اطياف المجتمع والذي يأتي تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية في القضايا التي تهم امن الوطن والمواطن وما تضمنه هذا اللقاء من استعراض للجهود الامنية التي ادت الى تنفيذ عملية امنية استباقية ناجحة احبطت عددا من الجرائم التي كان الارهابيون ينون تنفيذها في مملكة البحرين واكد المجلس على اهمية المسئولية الوطنية لحفظ الامن الشامل في البلاد وعبر عن اشادته لجهود الاجهزة الامنية وادانته الشديدة للجرائم الارهابية ومن يقف خلفها ويخطط لها ثالثا تابع مجلس الوزراء مع كسته المؤشرات الاقتصادية من مدلولات تؤشر الى ان الاقتصاد الوطني مستمر في النمو حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي نموا بنسبة ثلاثة ونصف مقارنة بنفس الفترة من العام 2016 وازادت الصادرات غير النفطية بنسبة سبعة عشر في المئة مقارنة بالفترة ذاتها وانخفض العجز في الميزان التجاري حوالي خمسة في المئة مقارنة بالفصل الثاني من العام ذاته فيما تم اصدار خمسة عشر ترخيصا صناعيا توفر سبعمائة وستة وسبعين فرصة عمل وذلك خلال المذكر المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة رابعا بحث مجلس الوزراء تعديل قانون محكمة التمييز بحيث يوحي لإجراءات الطعن في الأحكام المدنية والأسرية وقرر المجلس إحالة المذكر المرفوع لهذا الغرض من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية خامسا وافق مجلس الوزراء على استحداث إدارة جديدة بوزارة المالية تختص بمتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة فيما يختص بتنظيم هيئة كالت إدارة الدين العام وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وذلك على النحو الذي أوصى به ديوان الخدمة المدنية في المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية سادسا وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية الأولى للتعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية والثانية بشأن تدنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب وأحل المجلس مشروعي قانونين بالتصديق عليهما إلى السلطة التشريعية سابعا وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية للتعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بالتصديق عليها إلى مجلس النواب ثامنا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب مشفوعين بمذكرتين برأي الحكومة حولهما عرضهما معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللاجنة الوزارية للشؤون القانونية الأول مشروع قانون بتعديل المجل 56 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لعام 2014 والثاني مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 32 لعام 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية تاسعا وفق مجلس الوزراء على ثلاث اقتراحات برغبة الأول بشأن إعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع التقارير الحقوقية التي تصدر بشأن مملكة البحرين والثاني بشأن تطبيق برنامج محو الأمية البدنية في رياض الأطفال والمراحل التعليمية الأساسية والثالث بشأن اتحادي البولنغ والسنوكر وفي بند التقارير الوزرية فقد استعرض مجلس الوزراء تقريرا من سعادة وزير الشؤون الكهرباء والماء بشأن اجتماع الدورة الثامنة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة إيرينا ونتائج المشاركة في فعاليات أبو ظابي للاستدامة والقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه والذي عقد بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا كما استعرض المجلس أيضا تقريرا مرفوعا من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن التاج المشاركة في فعاليات المعرض التجاري الدولي للسياحة الذي عقد في مدريد مؤخرا